يا مساء الهانا والسعادة على حضراتكو معاكم النهاردة دعاء نوير والمدة ساعة على الهوى وبرنامج الجديد والسيزون الجديد مطبخ دعاء نوير النهاردة حبيت عيجيب اول حلقة ولازم تكون حلقة قوية جدا حبيت عيجيب حد حلوة اوي 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 معايا ويا سلام لما الحلو ييجي ويقدموا الحلو نعايا النهاردة الشيف ناني الحلواني من وراني أهلا بك يا دودودة نوريك حبيبت قلبي نورت الدنيا يا ربي خليك يا دودو أخبار طريقك أنا اللي عرفوا أني أنت جاي من السويس طبعا أهلا بيك مرسي يا دودو جدا لك حبيبت قلبي أن أنا بسمع على حكتك من زمان قوي ربنا خليك ده زوءك يا دودو والله شغلك رائع رائع زوءك يا حبيبت قلبي أعيد أقول لحضراتكم شغلها غاية في الجمال حاجة كده افتكاسات مش عادية عشان كده قلت النهاردة لازم نيجي كلنا ونشوف حاجة ناني اللي ما فيه زيها فعلا ربنا خليك يا دودو ده زوءك حبيبت فيما تعودنا مع بعض إحنا دايما لازم نقدم الجديد والجديد النهاردة هو مع ناني افتكاسات خاصة باسمها هي مش باسم حد تاني هنتعرف عليها وهنبدأ بأول وصفة النهاردة من وصفاتها خلونا نشوف كده مع بعض ونبتدي يلا بينا وصفاتك إيه النهاردة يا ناني؟ عندي حبيبة قلبي ديس باسيتو جميل حاجة جميلة جدا με 2017 وكلها نوتيلا والشوكولاتة يعني الحاجة المطلوبة ببقى جميلة جدا وهي مطلوبة جدا يعني لا دي جاء التخ لن آآ بتبقى حاجة جميلة جدا معي الترقي ماشاء الله دي بقى حاجة رهيبة الترقي دي عبارة عنبع بmaking عصلا حبارة عني؟ рен عبارة عن بسبوسة تركيا ماشاء الله مش زي البسبوسة العادية مختلف آآ 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 حاجات خفيفة بسبوسة خفيفة محشية كريمة من النص كريمتها خفيفة تكلي منها حاجة رهيبة معي بقى المفاجأة وخليها بقى في الآخر مش عايزين نحرقها عشان عايز اقول لكم المفاجأة دي خاصة جدا بحلواني جراند ناني حلواني مختالصة جدا جدا جراند رمضان هنبتدي يلا بأول وصفة كده عشان نلحق وقتنا ونشوف هنعمل ايه هنعمل الديسبسيتو اقول الريسبي ولا انتم نزلين الريسبي نزلت على الشاشة بالفعل يحب يصورها او يسجلها مع حضراتكم تمام يلا بينا بقى نبتدي الوصفة معي معي حبيبة قلبي قلنا التركي هنبتدي النهاردة بالديسبسيتو الاول يا دودو وبعد كده نبتدي بالتركي اوكي يا حبيبة قلبي هنطلع البولة بتاعتنا هنحط مقادرنا نص كبات السكر بتاعتنا يا قلبي معي يا دودو معاك يلا ورينا الجماعة حبيبة قلبي نزل على الشاشة عشان حبيبنا يصوروها ويسجلوها ان شاء الله تبقى وصفات جميلة وخفيفة جميل جدا يبقى رسبي بتاعي جميل ويعجبهم معي حبيبة قلبي بضاية واحدة هنحط بضاية انا جايبة مقادر خفيفة جدا 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 عشان تعجبهم عشان ما تبقاش تقيل عليهم تبقى في متناول ايديهم معايا حبيبة قلبي ربنا يخليك يضوزة من زوك قلبي معايا ربعة كباية الزيت ويا ريت ما اقترش الزيت طب ليه ما اقترش عشان بيناش في الديسباسيتو منع الوش حلوة قوي تعرفوا انا عايز اقولكو على حاجة حلوة قوي انا جايبة دسباسيتو فعلا بلاقيه ينشف ويقرمش كده هوا كيه تريكات حلوة كده بتبقى يعني لازم نعرفها اه ده شغل الحلوانية بقى اللي على اصل يا جماعة في تريكات كده خفيفة لازم نعرفها فالتريكات دي لو ما مشناش عليها بقى بتعمل معانا حاجة تانية يلا بينا يبقى انت حطيت هنا ايه وليه سكر انا حطيت حبيبت قلب نص كباية سكر جميع حطيت ربع كباية زيت حطيت بضاية جميع اوكي تمام هنضرب الكلام ده مع بعضه هحط فانيليا دي فانيليا سايلة دي فانيليا سايلة انا بحبش اشتغل بيها والله انا بحب افضل التانية ايه بس هم اقول لي بقى يعني ايه لازم سايلة جميل مش مشكلة هنطلع بيها يلا بينا اوكي طبعا المتاح لسيت البيت تقدر تحطه حابة تحط سايلة ماشي او 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 مش حاجة المتاحية فانيليا وخلاص بس بتكسر البيت جميل احنا بدان بقلنا بيدي يبقى خلاص على كل ساوا بتاعه الفانيليا بتاعك بالزبط تمام بس هنضل بقى بنص كباية لبن يا دودو حبيبية قلبي هنضل بنص كباية اللبن بتاعتي جميل جميل جد اوكي ما شاء الله شفتوا سرعة الحلوانية بقى يا جماعة ده شغل الحلوانية بقى الدنيا سريعة سريعة مزي انا احنا في البيت نوع براحة معي تمام بس يا دودو انا يعني انا عايزة انا عايزة بس افترك بحال احنا معنا لبن على النار لابن ده بتا حاجة تانية يا قلبي طيب تمام انا مستنيها طيب يا ابوستي انا كل اللي عايزة بس فيها معلقتين سمنة جميل اوكي كده هتبقى خفيفة باندو او بس يعني مش 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 او مش عايزة تقيلها معي جميل هي بس معلقتين سمنة مشأ الله هنضل بقى بنص كباية دقيق نص كباية بس نص كباية حبيبة قلب انا هقولك المقدر دا اديه في الاخر هاخد عليه بيكينجي بودر ما لقيت بيكينجي بودر بودر ماشي جميل ما عليش اوكي انا بقول بيبي اه انت تعاودش على المصطلحات بتاع الحلوانية حبيبة قلب يا دو هنحطه على الدقيق اللي هو نص كوباية من الدقيق بس وهننزل على الخليط بتاعنا وبالتالي نبتدي نخفق الكلام دا كله مع بعض زي ما احنا شايفين الموضوع بسيط وسهل الست البيت تقدر تنفيزه في اي وقت يعني شوكولات اه طبعا اوكي بقول لي جيت تخنينا النهاردة لا لا بناخد معانا معلقتين كاكاو خام كاكاو يا قلب ده خام طبعا غير محلة جميل جدا خلي بالك بقى احنا بشغلنا طبعاتنا بنشتغل بالخام غير المحلة تمام الموضوع سهل وبسيط طبعا جبتلكم بقى اصل الدس باسيتو معايا يعمله بنافسه ويعمل احلى حاله معانا النهار كده في حاجة تقيلة فيه لا خلصنا الدس باسيتو ما فيش اسهل من كده طبعا ده تواجن خاصة بقى يا شيف طبعا خبيبة قلبي احنا جايبين الطرون بتاعتنا يلا بينا اكيه احنا النهاردة هنعمل معانا اتنين طاجن اكيه هناخد اتنين قالت زي ما احنا شايتين ايه طواجن لس باسيتو بستات البيوت طبعا بيتبقى عند اي مستلزمات حلوانية او اي مستلزمات ادوات منزلية موجودة ومتوفرة يعني متعقديش نفسك لو مش عندك بقى وعايز تعملي فصوناية اضطر بتعملي فصوناية متوفرة يا دودو مفيش مشكلة متوفرة بقلين الاطفال بتاعنا بيحبوا بقى الشوكولاتة طبعا يعني فيش احلم الشوكولاتة يا جماع بس يا دودو انا لما بصوب بصوب ما بقاملاش القلب على الآن تقريبا لنصه كده اوه القلب ده بيدهن حاجة ولا هو كده بس لا 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 هو بيخش الفرن وعايز بيطلع كده عظيم جدا احنا مديينها زيت هي بالتالي بتفز اللي فيها وطبعا البيت بتنفش عادي وتبقى حاجة مفيش احسن منك جميل جدا ده هنحطهم تدخلهم من الفرن يا دودو ماشي يلا بيناحطي كده وبعدين ندخل الفرن يلا حبيبتي تمام الله ينور عليك طبعا عايز اقولكو حاجة حلوة احنا عايزين نشوفها طبعا بعد ما تطلع من الفرن وهي طبعا كريمة وعمللنا نصخة كده عشان نفنشها معاكو عشان ما نطولش عنيك نحن نخلصنا الديس باسيتو نعايزين نفنش بقى الديس باسيتو كده ما فيش اسهل من كده نشوف بقى الديس باسيتو يطلع كده يا شايف كده يا ناني قوليلي الجمال ده يناني بقى قوليلي كده الجمال ده كله ما شاء الله عليك وليكي تفنش الدسباسيتو بسم الله حاجة كده شغل عالي 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 يا جماعة يلا حبيبتي ورينا انا بفتح الدسباسيتو يا دودو اه بعد ما بيطلع من الفرن ويهدى اه لازم يا جماعة تركة مهمة جدا في الوصفة بتاعتنا لازم نسيب الدسباسيتو بتاعي يبرد عشان عارف اطلعه واستخدمه ايوا بالضبط يا ريت نوري كده برضو للكاميرا يا ناني الدنيا بتمشي ازاي بص يا دودو انا في ناس بتفنش الدسباسيتو ده حاسب تفنشك انتي بقى جميل في ناس بتفنش بالشوكولاتة بتدي سوس شوكولاتة وخلاص على الوش كده اه انا عملت القلبة اهو انا ممكن اديله سوس شوكولاتة كده من على الوش ويبقى خلص وفنشه وخلاص تمام انا قاعدة في البيت انا مش بجيبه من برا بس احنا كحلواني وكمحل اه احنا منضطر بنحشي من جوه مكسرات بس انا عايز اقول لك على حاجة بقى بنحدي حاجات غنيية اقول لك على حاجة احنا متابعيننا بقى النهاردة مش ستات بيوت عاديين اه حبيبت قلبي لا انا بصي انا بشتغل بطبيعة شغلي اللي بشتغل بيه في المعمل وفي نفس الوقت بقول لك هو ممكن يتفنش ازاي الاسهل يعني اه في متاح بس انا كده فتحته من جوه يدوده تمام اوكي يا قلبي بس انا بتديله شوية كرزبي من جوه ومش ضروري ده حتى برغبتك انت دي عبارة عن ايه بقى يا شيف قوليلي كده حبيبت قلبي دون بيجي جي من عند الحلوان دي شوكولاتة شيف سيتيجي من عند الحلوان عشان نعرف الناس بردو دي عبارة عن ايه وحسب الرغبة هيا يا جماعة عايزين بس نوري المشاهدين الكرام بتبقى حسب الرغبة لو زهرة معي هيا دي الشوكولاتة الشيفس بتيجي من عند اي مستلزمات حلواني متوفرة متوفرة بس بردو حسب الرغبة تمام عايزة تستخدميها كجليل مش عايزة عندك اي حاجة دنيا انا ماشي معاك الليلةaxisان أي مشكل مشكلة مستفعي بنعمل ايه دلوقتي بدة الليلو بدي الشوكولاتة يدودو اا ا دي الشوكولاتة أنا كده ادد له شوكولاتة قبله للداني دي الشوكولاتة بتاعتك لا حبيبة قلبي دي نوت stakeholders المحلان جديد دي نوتيلة انا مش عايزة بعمل LOOK عشان هو بدأ ايه تقول انا بديها كده وبرجع اديها بس تاني شوية شوكولاتة انا في الطبيعة بديها بديها مكسرات وبديها شيفسي وبديها حاجات غنية كتير من جوه بس انا بس عشان على الشاشة يعني انا بقول لكم المتاح في ايديكو يعني اوكي اللي موجود نعمل اه اه ممكن يا دودو قلب اسطل بس اه يا ريت طبعا تمام تسلم ايدك يا شيف ربنا اي خليك يا دودو شغل عالي جدا جدا ده من زوجك يا دودو شغل كله احتراف حلو قوي قوي زي ما احنا شايفين الطاجن شكله لسه هيتكلم ويقول واحنا عاديين مستنيين اهو هنشوف اخر فنش له بعد طبعا ما بيخرج من الفرن حضرتك بتسيبي لبرة تماما انا انا مع حبيبي كده على ما انت تخلصي لبس الكلام زي ما قلت لحضراتكو احنا هو هنفنش مع بعض طاجن ديسباسيتو حلو جدا ما فهاش اي اعطى كل اللي عايزة تخنش براحتها انت عملتي ببيتك تخنش لو انت عايزة تكليل كده بفضي مع كوبات شاي جميل واو تمام حكاية بقى حكاية انا شا عايزة اقولك لا هو واضح اه واضح ان يقوله شوكولاتة يا شف يعني انا طلعت القلب بتاعه انا مش برمي القلب انا بفرق القلب بتاعه ايوا اوكي وبقوم مغطية الوش بتاعه اللي انا ديته كريمة ايوا بالقلب بتاعه تمام استأزينك كده هي دودو هنجي نهدي كده شوية ايوا نهدي كده شوية اوكي تمام انا بندغط عليه عشان يضغط شوية مع بعضه نوتيلة وننزل عليه بشوكولاتة قابلة لده اوكي ايه؟ الله جمال انا عايز اقولكو لك وانت تخيلوا يعني الشوكولاتات والجو والغني اللي احنا عادين في ده واللي خلاص يعني قلبنا ما عادش مستحمل الحاجات الحلوة دي كلها وايه الابيض بقى شوكولاتة بيضة نوتيلة نوتيلة بيضة جميل شوكولاتة قابلة ده هو بطبيعته بيبقى غني يعني هو بطبيعته بيبقى غني جميل جدا قصص شوكولاتة بقى اه ولا اروع من كده ده شغل عالي يا جماعة واحد دودو بقى هديكي بقى التركات بقى بتاعت المحل بتاعنا الله اه طبعا النهاردة كل الاسرار عندنا واسرار حصري في مطبخ طوع نوير عايزين النهاردة نشوف كل الابداعات بتاع اتناني الحلواني ان شوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله وعايز اقولكو عايزين نفضل مكملين علشان اللي جاي اقوى بكتير جدا 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 فيه كمان وصفة تانية وتالتة حكاية عايز اقولكم موضوع كبير قوي النهاردة ولازيز جدا بيكي يا دودو والله يخليكي يا حبيب انتي كلك زوء زي ما احنا شايفين انوتيلا البيضة نازلة كده بتستغيث مع سوابع الشوكولاتة اللي حسنا احنا شايفين ادي اول طاج انطلع معانا بمنتهى البساطة سهل وبسيط وجميل جدا اه طبعا حبيبكي يلا بينا اه اه اوكي دودو يلا كملي يا جميلة طاج انتساعدة بقى معاك يلا الله 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 نخش على ايه طاج انتساعدة يلا بينا بس يا دودو طاج انتساعدة انا بطلها خالص طبعا طاج انتساعدة ده يا جماعة معروفة حاجة لغينا عنها بقى دي معروفة بنشتري من المحلات الحلواني كتير حلو جدا اولادنا بيتجننوا عليه وبيشتريوه بمبلغ كبير النهاردة هنعملينه بصورة دودو انتوا ده بالك من الفيكاية عاملة ازاي اه طبعا نوريها كده للكاميرا يا شف يلا الله شايفيني اه برا عن شوكولاتات يعني ايه لأني هي كمال اسبونش خالصة اهي حاجة ادي ايه ما نفوخة اهي حلوة اه اسبونش جدا وحلو جدا انا بقولك بقى يعني تتكل بقى لو هيا حاجة كده حاجة تتكل لوحدها تمام يلا كمال ورينها ده تاجين الساعدة اه جوا بسكويت من اللي هو بمسكويت الشوكولات اللي انت عايزة اللي انت عايزة التفنيش حسب الرغبة حسب الرغبة انا قلتلك كل التفنيش عمتا كل حاجة دودو حسب الرغبة انت ما بت يعني مش هتربوتي سيبت البيت اللي هي تفنش بايه لا اللي عندك فنش بايه والناس المختلف اللي عندها الامكانيات تشكل زي ما احنا عاملين كده اعملي اللي انت عايزة بقى وعيشي حياتك في خط زي ما تقولي زي ما انت عايزة فنش زي ما انت عايزة الله ينواي انا اديته شكولاتة. جميل يناني. يلا يناني. بقفله يقلبي. اهه. احنا حطينا فيه برضو بسكويت من اللي هو البيسكويت الشكولاتة المحشي ده. اه حسب الرغبة. بس انت عملت كده دلوقتي. انا مش بربطك. تمام. انت عملت كده دلوقتي. اه. جميل جدا. اه. يلا بي. هلم الدنيا حوالي. جميل شطورة. دنيا تبهدلة. لا جميل جدا. عايز على رخامتي يا عمتا في معملي ما بعرفش اشتغل والرخامة اصلا عليها حاجة. يلا الله ينور عليك. جميل. بدي بقى. اه. حسب الرغبة برضو يا دودو. انا مش بربط ست البيت. ان هي تفنش بايه وتعمل ايه. حلوة. مش بربط حد. اوكي. تمام. احنا حطينا دلوقتي شكولاتة قابلة للدهن. نسو الشوكولاتة ونرجع شكولاتة قابلة للدهن بيضة. حلوة. على حسب يا دودو انت اللي عايزة. اهه. على حسب امكانيات كل ست هي هتقدر تعمل. اللي انت عايزة حطي. على حسب امكانيات. مش مش بربطك. طب ايه الخط بقى اللي انت بتعمليها دي. ما لازم بيه تركات بقى مش عايزين نحش عن اللي حبيبنا يعني. لا مش عايز اقول لكم حاجة. بصي حبيب. لا استنى ما اقول لك انا بقى. في بعض الشفات بيحشوا تركات. لا 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 مش جاية وضعها عشان اشيل تركات. لكنني بقى جاية النهاردة انا جاي عشان اشيل تركات. انا جاي عرفه كل تركات الحلواني عمتا. تسلم ايدك. عايز قولك شغل عالي او رب بني خليك دزوك يا دودو. بس يا رب بس يعني اعجب المشاهدين. لا اكيد ان شاء الله. ونكون طبعا الحاجة عجبتهم. هما طبعا هما. انا عايز اقول لك ان احنا المشاهدين بتوعنا احترافيين جدا. من ستات بيوت عادية. طبعا. عشان كده هيشوفوا الشغل وهيقدروا. واكيد ويصاقوا في كلامي وانا عارفة كده حبايبي. عارفين ان انا بقول لهم شيف ناني بجاب يشيف على حق. وكده هيشوفوا كده ان شاء الله. والله يا دودو زوئك. الله شويت فشده حلوين با. يلا بينا كده نحطه عند التقديم. الله اكبر. حاجة كده من الاخر يا جميع. حاجة حلوة جدا جدا. شغل حلوة قوي. عايز اقول لكم النهاردة يوم فعلا مختلف. يوم حلو من كله. حلو في شغله. حلو في اللي بتعمله. كل حاجة فينا خليك يا دودو دزوء يلا بينا. ادي الطاجن سادة يا جماعة. واحد سادة واحد مشكل. اعملي اللي انتي عايزة. ابداعي بطريقتك. شكلي زي ما انتي عايزة. المهم توصلي في الاخر ان انتي تعرفي تسعيد قسرتك بالطريقة اللي انتي تحديها. وعايز اقول لك حاجة برضو يا دودو. اموري. ست البيت اللي اللي لسه بتشتعل مشروع جديد. اه. اللي بتعمل مشروعها. اي. يعني انا عايز اقولك ان مقادير الدسباسيتو. نعم. طلع المقادير اللي انا دربتها الهوة دي عمليتلي اه. اه اعناتلي واحد طاجن. ايوة. اتنين آلب. ايوة. ايوة. فدي حاجة اولا يعني حاجة ولا. يعني ما اخدتش. مقادير مقيش. ماخدتش مني حاجة. يعني ما تكلفتش كتير انها تعمل. ست البيت اللي بتعمل مشروع جديد اللي بتطلع للكفهات. ايه. اللي الوصفة التانية الوصفة التانية اللي هي تركيح نقولنا بقى نخلي المحاجرة بتاعتنا اخب حاجة ايه رأيكم ناخد فاصل قبل الوصفة التانية تمام ايه رأيك يا استاذنا ماشي ايه رأيكم ناخد فاصل ونرجع لكم بسرعة على الوصفة التانية اللي هي حلوة جدا جدا مش عايزكم تتأخروا علي خليكم قاعدين شوية زاجعين اشتركوا في القناة موسيقى وارجعنا لكم تاني مع ناني الحلواني والشغل العالي جدا جدا وهنرجع تاني بسرعة على صناية التركي او بمعنى صح البسبوسة التركي واللي اكيد ما قادرها هتنزل معنا دلوقتي واللي ناني هتعرفنا عليها بكل بساطة معنا ايه بقى يا ناني عشان نعني احلى بسبوسة تركي قلبي معنا اتنين بيضة يشيف جميل معنا طبعا احنا قلنا البيت بقى التوقن بتاعه ايه الفانيليا طبعا اتنين معلقة اشتاق عايزة بقى في تركي بسيط كده انا هقوله بس فكريني بقى كده انا شغالة في تلت تربع كوبايات سميت او ممكن تاخد اقل من تلت تربع كوبايات سميت انا هوريكو السمك بتاعها جميل جيد نص كوبايات زيت معلقة ونص بكمبودر الكريمة بقى الحشوة الفورمة انا عايزة اوريكو بس اللي هي الصينية الصينية مقاس 28 نوريها كده الكاميرا بتاعيدنا دي الصينية اللي نشتغل عليها يا جمعة اوكي انا دهناها بس عشان وقت الحلقة جميل دهناها سامنة ولا زبدة لا دهناها سامنة هتاخد مني نص كيلو لبن حلوة هتاخد مني نص كيلو لبن انا هخلي الكريمة بتاعتها غنية شوية اوكي ماشي جميل جيد طلعبولتي دي البسبوسة التركي يا جماعة هي مش منتشرة كتير او مش معروفة للناس العادية كتير بس هي مختلفة وطعمة احلى كتير حاجة فوق الوصف عايزة اقولكو انا دوقتها انا عايزة بعد الحلقة عايزة تجربة بقى وشيف بقى لا اكيد في تطبيقات انا متعودة مع حضراتكو على كب التركي تتنفذ وعايزة اشوف التطبيقات بتاعي طبعا كل تطبيقاتكو بنستقبلها اتوقع على صفحتي اعلى صفحة الشيف ناني عايزين نشوف التطبيقات الحلوة بشغلكم جامد جدا اللي انا كمان بعشاؤه جدا معي يا دودو يلا بنا حطت ايه حطت اتنين بيضة جميل قلنا التوقع بتاعها الفانيليا برافو عليك ايه تمام اشتغل بالمضرب بتاعي مضرب كهرباء او مضرب عادي مضرب الكهرباء بقى مفيش اه ماشي يعني لو عندك مضرب كهرباء عادي عندك مضرب سلك ما فيش مشكلة هحط لها يا دودو اه شيف كان معي زيت الزيت تمام اوه طيب ماشي ده ده شربوت خلاص تمام ماشي يلا نحط الزيت اديها نصف كوباية زيت طب حلو خفيفة ايه جميل جدا حاجة خفيفة وحاجة جميلة بقولك انت لو كانت منها مش هتش معي متح انا عايزة اقولكو انا فعلا دقتها والله يعني بامانة انا دقتها فعلا طعمها حلو انا كنت عايزة خلاص الصنية ومش باعتش يعني دي دي اه دي اشتة من اللي هي بتاعت الحلواني بس انا عايزة اقول بقى اللي هي يعبار عن اشتة الحلواني برضو نعرف حبيبنا اشتة الحلواني دي تشارع جهزة من المستلزمات الحلواني او اشتة جهزة كمان ايو دي الاشتة اللي تتعمل بالبس بسه اشتة جميل ايو انا ساعات بادربعة بالاشتة اللي هو مش متوفرة عندي وحط لها كبات زبادة طيب سؤال هل ممكن ست البيت تستغنى عنديه وتحط معلقتين وشي لبن لا برضا سيدا بلي نستأله كتير يعني مينفعوش لا لازم لقشتة حلواني لزباد يا يا قديها معلقتين قشتة ايو يا إما علبة زبادة صغيرة جميل جدا بس كده يبقى احنا عندنا البدائل معرفتش تجيب القشتة الحلواني خشي على طول بعلبة زبادة صغيرة واشتغلي ومتوقفيش يلا بينا اضرب لها كده شوية البيت يلا بينا ميش يشيف الله ينور يشيف عليكي حاببت عليكي يشيف ايزا اقول لكم شغلة حلوة قوي قوي وهي ما شاء الله محترفة جدا في شغلتها عجبتني قوي هي بتشتغل شفتها قبل كده وهي بتشتغل انبهارت بيها في معمالها سريعة وشطرة ومشاء الله عليها أنا السميت قبل ما بضيفه ايوة بحط له على الكمية دي أنا هحط لها معلقة بيكن بودر طب ليه بقى البيكن بودر بينفشها كده ايوة ما بيخليهاش مسكة في نفسها أنا مش بعمل بزبوسة عادية ما بتكتمش طبيعتي لما بعمل بزبوسة في المعمل عندي أنا بحط لهاش بيكن بودر جميل لان أنا طبيعة البزبوسة العادية ببقى عايزها ايه لازجة لازجة كده ببعضها ان انا اقول حاجة لازجة ببعضها اه طبع لكن دي حاجة مختلفة خالص ايوة اتعايزها يتهش معاك شوية ايوة جميل جد بديها بقى البيكن بودر بتاعها بالصميت ما شاء الله علي بنزل بيهم زي ما احنا شايفين عايزين نعرف التركات المهمة دي يا جماعة كويس جدا لان دي اللي بتفرق في ناجح اي وصفة شوية التركات حاجات بسيطة بس بتفرق كتير معاك في كل وصفة ثلاث تربع قلنا كباية صميت وهي يا دهودك الثلاث تربع كباية صميت بتاعتنا نسلت عليها حلوة ما شاء الله هي لفتها ايه بمنتهى البساطة دي مختلفة تماما ده شيف دعاء البس بوصة العادية انا ما بتتقلبش كتير بالزبط كده ايه انا بتقلبت كتير بتالي بتنشف معاك في الفرن وده تسألت السؤال كتير بالزبط كده ان البس بوصة بتنشف مني ليه في الفرن ايوة ان انا بقلب فيها كتير لا انا البس بوصة العادية يا دوبك بحط لها السمنة واللبن بتاعها بقى بقى بأخدها بايدي كده ايو يا دوبك بس تشرب حاجتها وقوم صباها في الصينية طيب بما ان انت معانا بقى ومعانا شيف حلواني متخصص انا بيجيلي كتير سؤال في برنامجي او على صفحتي بيسألوني دايما البسبوسة بتاعتهم هل ينفع يحطو لها ميا مكان اللبن ده السؤال اللي انا عايزة اعرافه جدا هل ينفع مكان اللبن ميا ايو لا انا شفت حد بقى عملها بالميا قبل كده بالزبط انا كنت عايزة تخش على ايو ميا يعني بسبوسة تنشف بالزبط يعني بسبوسة تحبطيها في الحت رجعلك تاني ايو لا ادي نص لبن على نص ميا جميل جدا ها دي تركات الحلوان او لكن تدي ميا نص لبن نص ميا ميا لأ يعني ميا لأ 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 لازم اطلع في البرنامج واقول فعلا ميا لأ لان استقلت السؤال ده الاف المرات لا ميا لأ هو لبن لاما نص ميا ونص لبن هتطلعي احلى بسبوسة ان شاء الله بصي بقى جميل انا عملت الخليط بتاعي اوكي حلوة الخبطتين دول مهمين او يا عايزة اقول لكم ده شغلة الحلوانية يا جماعة الخبطتين دول ايو بخط نص الخليط بتاعي في الصينية ايو بدخل الفر حلوة الارضية بتحمر يا دوبك بس الهوافي بتحمر تاخد حمار جميل بخرج الصينية بتاعتي اصيبها تهدى يكون الارضية بتاعتها ايه هدية بردة بكون انا ضربت الكريمة على البتجاز ايوة الكريمة بتاعت تبقى خفيفة مش تقيلة كريمة خفيفة غير الكريمة غير الكريمة يغير كريمة يعني المهلبية يا جماعة المهلبية بتاعتMost اه معلش اكم pais كنا في طريقتنا في معمالنا جميل جد انا باوضح الصورة غير الكريمة بتاعت الكنافة الكريمة جميل جد كنتاعة الكنافة كريمة بتاه يلها سنة اي حلوة ايه بطبعتها اصلاً بسبوسة خفيفة صبعاً يعني احنا بعد الحلقة هنضء على طورة هنوريكم عند اقولكم هي كده بعد ما بتخلص بالصورة اللي احنا شايفينها دي بتدخل الفرن تاخد وشة او تتحمر منع الطروف بعد كده ننزل عليها بالمهلبية بتاعتنا اللي هي القشطة نص كيلو اللبن يا بالزبط نص كيلو ننزل عليه بمعلقتين النشا بتوعي بالزبط كده لحد ما يربط حلوة طبعا النشا هي مدوبة في حبة مية او حبة لبن عشان يبقى سهلة عليها انها تربط ممنتهى السهولة طبعا يفضل ان انتي تعملي اللبن ده او الخطوة دي على البارد عشان عندك الوقت في البيت وبعد كده تبدأ ترفعه على النار لحد ما تتقل معاك حلو جدا ما شاء الله عليك بضرب كريمتي بكيني الوش بتاعي حمره وطلعته هدي ماشي وماشي هصب الكريمة غير لما الوش بتاعي يهدى جميل عايز اقول لكم الكريمة يعني المهلبية بتاعتنا البيت يا جماعة مهلبية بيتي بنعملها نحطها في وسط طبقة من القصد من البسبوسة طبقتين وارا بعض وهي في النص عشان تديني طعم غني جدا جدا للبسبوسة انا طلعت الوش الارضية بتاعتي بردت بصب عليها الكريمة برجع بقى نص الخليط التاني اللي كان معنا بنحطه علي بعد ان الكريمة تبرد تبرد يعني ايه يعني ايه يعني ادوس على الكريمة كده لايه عاملة وش ايوه الوش بتاعها اللي انا ايدي مش هتغرز جوايه يعني مسكت يعني بقت قطعة اوه ما عادتش لسه بترجرج مع بعضيها كده انا بقيت قطعة على بعض اوه بقيت الخليط بتاعي صبع على الوش ودخلين على الفور ومساويه جميل بطريعتي بقى براحة كده انا سبت بيتي يعني براحة يعني حاجتي بحاجتي بحاجتي يعني وقت معايا مش زينا كده على الهوى وبنجري وارا بعض لا 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 حاجتي بكل هدوء وبراحة ومفيش حاجة بتبوز جميل بس بقى اديها كده ما بتاعتي وبارجع نص نص الخليط اللي انا سبتو في البولا حلو اوه وبعد كده بيدخلها الفرن يا دوب بتتاقط صفار حمر كده من على الوش جميل كنا نشوفها في اخر الهوى لا احنا ممكن كمان نوريها لهم دلوقتي وبعدين نرجع نبص عليها تاخل في اخر الحلقة هنشوفها ادودو ايو اوكي ببس بقى اديها الحمر بتاعها كده ايو وخلص بطلعها من الفرن وبقالفها انا إم见ها شرباط chain شرباط كنافا شرباط بورما جميل كنافا البورما اللي هي كنافة البورما ده كل حاجة لها العسل بتاع طبعا الباسبوس اخفهم الباسبوس اخفهم ده عسل كنافة متوسط تقريبا ده عسل كنافة بتاعي انت بقى الصينية هتطلع اديها عسل على حسب انا ممكن اديها معلقتين عسل من على الوش كده لان انا بحبها خفيفة حلوة في حد بيحبها ان هي تبقى مسكرة وفيها عسل اديها شوية عسل اديها ربع كبات عسل لكن ما زودتش عن ربع كبات العسل السؤال بقى بيفرد نفس الباسبوسة دايما بنعمل هي تطلع سخنة الشربات سخنة هنا بقى الوضع هو هو ولا الوضع مختلف مش شرط يعني ممكن كده وممكن كده ممكن اطلع يكون وراي حاجة في المطبخ ايو اطلع هادو بقى ما فيش يعني هتقعد تالي اربع دقيقة عدو خامة ايو وهرجع اسقيها للشربات بتاعي بارد الشربات بارد الشربات بارد يا جماعة زي الباسبوسة العدية الشربات سخن الشربات بارد ايو عايزين نااكد على حاجة البسيطة دي باسبوسة تركي جميل جدا مختلفة خالص غير الباسبوسة اللي احنا متعودين عليها عايزين نااكد باسبوسة تركي حاجة والباسبوسة بتاعتنا المصرية الشرقية اللي احنا بنعملها في البيت دي حاجة تانية خالص وطعم تاني خالص انا انا دقوتها والله يا جماعة فعلا الطعم مختلف ولذيذ جدا هنجربها مع بعض وهتجربوها وهتبعتولنا التطبيقات وتقولولنا طعمها ايه وان شاء الله يكونوا عليهم ان شاء الله يلا بينا نبص عليها شوفوا كده لو الكاميرا الحلوة بتاعتنا تجيبها هي بتكون بتطلع بالصورة الجميلة دي هي كمان مفنشية بشوية فوصدق حلوين بحتة كريز طبعا الفنش زي ما قولنا قبل كده بتاع حضرتك بس هي بصراحة عاملة شغل المناسب شوية فوصدق وسيطة مع كريزاني مخليها يعني شكلها تحفة وكمان طعمها جميل جدا طبعا الكاميرا جايباها معانا قدام حضراتكو على الشاشة حلوة قوي ومميزة جدا جدا احنا بدلوقتي معانا الوصفة الجبارة مش كده انش حاجة بقى اللي هي دي اختراع جرانت ايه راك يعني احنا عايزين ايه نشوق الناس شوية كده نشوق الناس اه يعني مش عايزين نطلع لكم بيها على طول كده عايزين ايه ندوخكم شوية معانا عشان انا دخت بصراحة لحد ما اكلتها عجبتني قوي قوي وطعمها فعلا حكاية مختلفة وكل حتة فيها لها طعم يعني حاجة كده حلوة كمان سهل ممتنع ست البيت هتعملها بسهولة وهتشرفك في اي عيد ميلاد يلا بينا كده قولنا الدنيا بتاعتها عبارة عن ايه ترطايا دين احنا كنا عايزين انا وصحب المحل في يوم اه فبيقول لي عايزين نعمل حاجة جديدة باسم جرانت ايه وقلت له ايه قال لي عايزين نعمل حاجة جديدة كده يعني بين البسكوت ايوه والسبونش اه والناس الايام دي بتحب ايه اه بتحب الشوكولاتات فطبعا اه احنا غريبا عايزين نعمل بقاء ميكس بين البسكوت ايوه والبضج ايوه او يعني انا ساعة بديها طبقة بضش احنا عايزين نتعب نفس يعني هي طبقت بس يعني ايه كل واحدة عايزة تعرف ديها يعني العجينة اللي انا عجنتها بالديسبسيتو ايوه مقادير بتاعة الديسباسيتو نفس مقادير الديسباسيتو دي طبقة البرج اللي يابس خفزا بالثواني يعني لو مش متوفرة مقاديرا بالديسباسيتو أنا عملت تورتاية أيو باخد من التورتاية أرز وتكملي بي ويباكمل بي جميل جميل مش صعبة خالف حلوة مش هنوقف عند حاجة كيكة عادية يعني أي كيكة عادية عندك هتيها واشتغلي وورينا الشغل مش هنوقف عند حاجة جميل الله ينور عليك قول كمي يا جميل هنقول مقادرنا كده كده بس واحدة واحدة كده عشان الناس تبدأ تسجل معانا ونشوف وأكيد ما قادرنا هتنزل على الشاشة ووقتنا معانا ونشوف الجمال كله دلوقتي يلا ورينا يا استاذا بص رسبي بتاعي اي يا بودودو جميل أربع باوكي بسكوت سيدة مطحونين جميل فين هم بقى ورينا كده الجمال هنا لا بسكوت يلا بينا هنشوف عايز اقول لكم الموضوع حلوة قوي قوي وجميل جدا وهي عاملة شغلة عالي بصراحة شوية حاجات بسيطة كونتها مع بعضها شوية كيكا فاتج على شوية نوتيلا على شوية شوكولتات على شوية بسكوتات عملتلي جو جامد جدا من حاجة حلوة قوي 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 عايز اقول لكم انا مما دقتها انبهرت بشكلها والطعمه حاجة لطيفة ولذيذة جدا هتعجبكم شاء الله عايزين كده نوريها اول للناس وبعد كده نبتدي نخش على البتاع انا بصراحة عايز اشوقكم جدا بس بصراحة مش قادرة اخب عليكم طب ايه راي كما نفنش الاول وبعد كده نشتغل فيها تمام يلا بينا اصلا انا مش هحوش عن حبايدي حاجة اشوفوا بقى الجمال انا عايز افنشها الاول بصراحة انا هقول لك حاجة يا دود اؤمور يا جميع والفنش ده حسب رغبتهم همما ما طبعا انا عايز اعملها واشتغل بيها كده جميل يعني اطاها كده اقولها انا انا والاولاد كده في البيت حلوة جدا بس احنا برضو عايزين نقول ان دايما عايز افنش كل قبل البقى اكيد فعايزين شوية تفنش بقى شوية تفنيشة تخلي الناس تقف قدامها زي ما انا وقفت اول ما جابت هالي بصراحة وقفت انا قدامها وقعدت اتفرج جميلة جدا مش شغلة عالي اول يلا وريني كده الفنش وتعالي انت قدام حقتك الحلوة دي وورينا الشغل حسب رغبتي يا دودو انا شايف ايه شايفة شايفة ايه شايفة شايفة ايه شايفة نزوقها كده شوية استاذنا تحت عملك يا فاند ما الله ينور على حضرتك تمام حاجتنا باينة هي وجميلة جدا جدا وشغلة حلوة قوي قوي تمام وتسلم ايدك يا ناني احنا ستنعوز السكر داي ناني عندي بقى عندي في البيت اي حاجة عندي بسكوت عندي شوكولاتة عندي مكسرات عندي اه شوكولاتات شوكولاتة شبس اي حاجات من الحلقات دي كلها تشتغل اه بشتغل بيها بفنش بيها انا بقول لك انا لو عملتها وقطعتها انا الولاد كده في البيت حلو جدا انا سعاد بعملها بقولها كده اه من غير الدوشة ما عنديش حاجة فنش بيها بالزبط بشتغل بنفس اللي بقولها كده يعني اه ايز اقول لكم الفنش ده بتاعك يا حسب بس كده حب تعملي اي حاجة ده بتاعتك انت فيش اي مشكلة فيش اي مشكلة مش هنقف عند حاجة يعني بالزبط اهو كيس يا دودو بسكوت بفنش كده يا دودو دي امكانياتي طبعا انا جايباها. تمام. بسست البيت لو ما عنداش امكانيات عادي بقى. تمام خلاص. هو حينس يبقى معنا فاصل يا استاذنا بعد التفنيش الحلو ده ونرجع تايم ايه بقى يا دودو انت بشواء الناس ليه كده اهه ايه رأي حضرتك يا استاذنا. ماشي ايه تفنش كده وبعدين نطلع فاصل وانا ايه عشان الناس تتشوق على الحاجات الحلوة اللي معنا. تمام يا فنش. معي يا دودو? ايه 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 يقول لك شغلة الكورني ده جمان جميل جدا وبيتباع في محلات الحلواني سواني كده ده الكورني يا جماعة الكورني ده بيتباع في محلات الحلواني متوفر جدا وموجود ما توقفيش نفسك طبعا زي ما قلنا كل حاجة على حسب إمكانيات حضرتك عايزة أقولك أنا هشتغل الشغل كده وهرجع هفنشه تانية ماشي يلا ده سوس شوكولاتة هي هتنزل به على الفنش بتاعها الله 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 لا هو الأصحابة ضيت يمتني عون لا ديت ايه بقى لا أنا باتكلم هو يعني اسحب للك الحاجة خفيفة وجميلة ديت ما ينفعش انت كده مبهدلانا النار white الشغل حلوة قوي ما عشانه جميل جدا بصراح هو الشغل حلوة قوي ويجوع يعني فمش هتقدر اتحوشي نفسك هتقعدوا تأكل منها طول ما انت ع montage تسلمينك يا حبيبتي. ربنا نخليك يا دولي. جميل جدا. ما فنش بقى حسب اللي عندي. عندي بقى. مكسرات. اوه. الحاجة الحلوة دي عجباني. عندي توتة. عندي. العرشة انا اقولك حاجة. ايو. عندي فاكهة في البيت. نزوق بفاكهة. هفنش. جميل. طب لو كان بوت ماشي. هفنش. يلا بينا. ايوة طبعا. مش عصان هاكل هانا اولادي في البيت. اه طبعا. انا مش شغالة في محلو وارح عليها. انا عايزة احط التاتش بتاعي ممكن. عايزة احط التاتش بتاعي في اي حاجة معص الموضوع الكبير يعني بس حلو يعني. انا انا معجبة بالموضوع يعني. حلو. الاحمر بيعمل شغل عالي قوي في الحركات. احط كمان احمر ولا كده حلو. لا بيتافي بقى احنا هنبهرها كده. اه. اه. احنا عايزة نفسة الناس قوي يعني. انا عايزة النهاردة اعمل لكم عايد مين هادة النهاردة. لكن الناس طبعا كده مبسوطة. اه. النهاردة اول حلقة واول سيزن. فعايزة اقول لكم متفقلة جدا جدا في بداية السيزن معناني. اه طبعا حضراتكم بتابعوني في برنامج الاساسي. لكن هنا النهاردة انا معناني. وناني بصراحة شغلها حلوة اوي. ويشرف بجد عشان كده انا حبيت اكون معاها النهاردة وهي معايا. هي كده جميلة. والله هي كده زي الفل. هنخليها كده قدامنا. الكاميرا الحلوة هتجيبها. وهنروح لفاصل صغير علشان نيجي نوريكم الحاجات الحلوة دي بتتعامل ازاي. بس امتى بعد هترجعو لنا من الفاصل. خليكوا قاعدين ش وراجعين. معاكم تاني ورجعنا وبسرعة ومتأخرناش وما بنقدرش نتأخر عليكم ورجعنا معناني الحلواني. وهنشوف الكيكة الخطيرة او بمعنى اصحق الترطة الخطيرة جدا جدا. واللي مقاديرها سهلة وبسيطة واكيد نزلت معانا او هتنزل معانا كمان على الشاشة. هنشوف هي معانا ايه يلا قولنا المقادير الحلوة كده يا ناني. مقادلنا قلنا اربعة بسكوت اه سادة اربعة باوكي بسكوت سادة مطحونية. جميل. اه انا باخد بصي بجيب رو ما تقلو كريمة شانتي. ايها. عادي باضربه. اا اا باخد اللي باخده عادي. يعني ممكن يفيد ميني او ممكن ما يفيدش ميني. عل perfection انت عايزة اتقلي الكريمة كريمة شانتي تقليل مش عايزة تقليل حاجة خفيفة كده من الكريمة براختك بارددو. يعني كريمة شانتي تقلق او خفيتو طبعا ده بتاع كيباية نوتلا. اه. بلون بها باردو الكريمة بتاعتي. بلون الكريمة بطعامها بالنوتلا. اه. كريمة الكريمة. اه. وبس ايما منها من على الويش. باش حاسق براحتك بردو على حسب رغبتك على حسب رغبتك انا قلتلك في اول الحلقة ان الموضوع كله شوكولاتة بشوكولاتة او الموضوع كبير انت في البيت طب يلا نشوف هنعمل دي كده نسمي الله كده ونشوف بس يا شيف انا عندي اربع باكي بسكوت مطحونين اهون حلو قوي بديهم الزبدة بتاعت اللي سايحة جميل طبعا هنا عشان المكيف يا جماعة التكييف طبعا بيجامل الحاجة شوية بس انا هقول حاجة انا البسكوت بديله اكيد ستات البيت عارفة لما بتعجنوا بالزبدة بخصي اربع باكي بسكوت عارفة ربع كباية زبدة ربع كباية باعجن البسكوت بتاعي لحد ما اعملك هذا على اي قطعة واحدة بقى زي رمل البحر اوه على اي قطعة واحدة معي مسكة ايوه بالزبط ايوه احنا عمينا نقولها بطريقة ابسط برضو بقى رمل البحر زي رمل البحر بالزبط وبنفسكيه كده بقى اعمل زي رمل البحر ما يفكش مني وبنفس الوقت مش هزود في زبدة انا مش عايزة جز البسكوت انا بس ايه عايزة يمسك معي في ارضية الترطايا اوكي انا فرجت البسكوت في ارضية الترطايا تمام يلا بينا بقى عشان ما عادش معنا وقت كتير اه بدي فوق البسكوت بتاعي اه بدي رائع الكريم شانتي طبعا انو انت عامك كريم شانتي بين نوت اللي انا عملا الطبيعي هتتقطع والكل هيخش في بعضه بالضبط كده الله ينور عليك تسلم ايدك رب نحليك يا دوده يلا بينا جامعي وبديها الكريمة تعني من على الوش قولت في اول الحالة ان انا لو مش عايزة اديها نوتينلا من على الوش ايوه مش هديها يعني الزواء على حسب رغبتك بناكد تاني الفينيش الاخير ده بتاع حضرتك انت مش بتاع حد جميل جدا طبعا في حركات جامدة جدا جدا هي جايباها شوية حاجات عالية قوي وحلوة قوي 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 عاجبني الشغل يا جماعة النهاردة اليوم حلو ولطيف كمان الشغل عالي قوي وفي احترافية جميلة جدا زي ما احنا شايفين انا انا ديت غطيتك غطيتك بالكريمة كلها ايوه معي نوتينلا عايزة هديها نوتينلا من على الوش كلها ماشي هديها نوتينلا وهغطيها من على الوش كلها نوتينلا عايزة تعملها كده برضو ماشي عايزة تفنشيها وهي بالكريمة بتاعتها فنشيها بالكريمة بتاعتها كأنها ترطية يعني اتزوقي بقى اي حاجة فاكهة عندك اي حاجة تمام حطيها هنا هو بقى عشان دي تبقى اللي اتعملت برضو طي عملنا بلاش ماشي نحط بقى احنا عملنا الترطية بتاعتنا ايوه بص يا دود احنا ما علماش نحتاجين بس الحاجات دي الاول طب نشيل الكلام ده بقى يلا بيلا احنا كده خلصنا شغلنا جميل قوي قوي ما شاء الله بص يا شيف انا البسكوت لما بدي طبقة البسكوت انا طبعا نازم بحطها في كلاجة شوية ليه بقى انا عايزة تفحميلي الحكاية دي انا انا حطيت طبقة البسكوت في ناس بتحطها في الفرن يا ناني اي رأيك في الحكاية دي برضو واحد يعني في ناس يحطوها في الفرن شوية علشان الدنيا تمسك ايو بزاقتك ايو انا في كل الحالتين عايزة البسكوت بتاعي يمسك ايو عشان وانا بدي له كريمة ما يطلعش معايا يبقى ممكن نحطها في الفرن مجرد خمس دقايق بس تشد معك مش هنكمل يا شيف خمس دقايق كمان مفيش خمس دقايق عشان الكمية انا عايزة بس البسكوت بتاعي يشد معك عشان وانا بدي له كريمة ما يطلعش معاي مش هنكمل تمام اديتها النوتلا من على الوش برضو هحطها في التلاجة تمسك شوية تشد شوية عشان تعرف تحطي عليها الحاجات دي ايو عشان وانا بقطعها اهه النوتلا ما تخرجش معايا لا احنا عايزين حتة بقى دودو لا لازم بص يا شيف انا مديها طبقة كريمة ايو فوق كريمة اديتها ايه النوتلا النوتلا ما شاء الله في سمكة هنا كمان هي مزودة كمية النوتلا عايزين طبق الاول كده عشان نوري حبيبنا نشوفه فين بقى كده اهو الابيض الله 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 يلا بينا بقى والكاميرا تيجي بقى كلوز كده ونشوف الجمال الله اكبر ايه رأيكم بقى شوفتوا الجمال نشيل ده بس كده علشان ايه من اذنك كده ينام نشيل الكلام ده نشيل الحاجات دي كده خلاص يا حبيب تشيلها بعد مااش محتاجينها عايز اقول لكم القصة النهاردة حلوة 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 قوي الشغل عالي كله احترافية زي ما احنا شايفين بالصورة دي هنوديها كده عند الحاجات الحلوة التنية بس انا عايزة بقى تنفيذ انا عايزة الحلقة تتقبل وعايزة تنفيذ لا لا انت بتكلمي في اي احنا انا عايزة تنفيذ وعايزة بقى لو في اي حاجة عايزة بقى اسمع عايزة اقول لكم ان النهاردة الحلقة لطيفة جدا جدا ياريت منديل كده ناني الحلقة حلوة جدا جدا الشغل فيها كان عالي قوي قوي النهاردة بصراحة انا جاية ومتفاقلة جدا باليوم عجبني الشغل وعجبني كمان الشخصية اللي عملت الشغل مش كل الناس انا بصراحة يعني بتشجع معهم قوي بالصورة دي لكن بالفعل انا تشجعت مع ناني النهاردة لان شايفها انسانة عايزة تنجح وبتحارب عشان تنجح وان شاء الله اكيد هتنجح وهتوصل لان كل مجتهد بيكون له نصيب من نجاح وان شاء الله عملنا النهاردة عايزين نعيده بسرعة كده مع بعض ياناني قوليلي كده عملنا حبيبة قلبي ديسباسيتو عملنا يا شيف التوركي عملنا التورتة اللي هي باسم تورتة جران انا ممكن يخش اي شي في علالي يقول لي انتي جيت ازاي نوتلا فوق الكريمة شغلي بس دي تركات بقى بس التركات دي احنا كده هنختلف ياناني انا بقول لك قاعدة انا وصاحب المكان يقول لعزيني اعمل شي جديدة احنا طبقيتنا بنحب ننزل بالجديد بتاعنا في المحل عزيني اعمل شي جديدة ايه جديد اللي عندك لننزل به لانت project قولني عزيني اعمل مجحب بين البسكوت كانت الفكرة اه ضرعة بتنفكرة بين البسكوت طبقة بجو طبقة الكيكاية انتي عندك في البيت هتعمل الكيكاية تبدأ منها طبقة ما تربطش نفسك بشي معينة ما شاء الله طبعا طبعا عايز اقولك انه جميل جدا لو عمل حفلة حلوة كده واشتغلت وعبعتي بشوية ديس باسيت وعلى تورتايا جراند من بتاع اتنيني هتبقى الدنيا مختلفة ولو حبيت اتخفف الدنيا شوية وعملت بسبوسة توركي هيكون مفيش احلى ميك لا ولا اروع بقى اكيد طبعا مفيش اروع انا عايزة الحلقة خلاص بقى تنفيذي لا هتنفيذ انا عايزة تنفيذ وعايزة اسمع عايزة اقولك ان انا انا اللي هروح انفذ ينادي لازم الحلقة تخلص انا ممكن اقولك التورطايا تاخد منك وقت كده وتاخد مني حاجات كتير هيا تقبصي لو جاهزة على ورخمتي ايو لما اخدتش وقت في الحالة احتي جاهزة على ورخمتي مش هتاخد مني حاجة جميل او ارث البدري بتاعي جاهز جميل او بسكوتي جاهز حكتي كلها جاهزة مش هتاخد سويا هي بس الدكتين اللي تاخدهم في التلاجة بسكوتي تربط وبعد ما اديها الموتينلا من على الوش برضو بحطها في التلاجة عشان تربط عشان تربطها عشان الموتينلا ما تطلعش معايا بالزبط يبقى احنا لازم بس بجد جدا عايز اقول لكم ان التورطايا طعم انا ما بقولش الحلويات انا مش شغالة فيها وشيف حلويات بس ما بقولش الحلويات بس بجد التورطايا دي يعني حاجة فوق الوصف لا هي فعلا حلوة جدا جدا انا عايز اقول لكم ان وقت حلقتنا خلاص قرب على الانتهاء بس في الوقت نفسه قدي انا اتبسطت مع حضراتكم واتبسطت جدا مع ناني كانت اضافة حلوة جدا للبرنامج مع اول حلقة في السيزون من مطبخ دعاء نوير انا كنت مبسوطة جدا مع حضراتكم النهاردة مستنية تطبيقاتكم على صفحتي دعاء نوير بالعرب والانجليزي مستنية تطبيقات على صفحة ناني كمان وشغلها الحلو ناني الحلواني بالانجليش النهاردة كان يوم حل وكان يوم جميل عايزاتكم تتابعوا ناني وتشوفوا شغلها على صفحتها دايما كمان تبعاتوا التطبيقات الحلوة وتقولوا لنا رأييكم ايه في الحلقة النهاردة لازم اتمنى اكيد طبعا من ناني حازع لو مسماتش تطبيقات لا 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 اكيد في تطبيقات وتطبيقات حلوة لازم يكون في تنفيذ وتطبيق اكيد ان شاء الله لاني كمان الشغل كان حلو كنت سعيدة جدا معاكم من مطبخ دعاء نوير كنت معاكم دعاء نوير شرفتين يا ناني نبسلك 저희가 وقودك والحضوروك المتميز لديك مشكرا لك وكنت معى اقول لكم سلام الان باي